طيب نرح بقى مع حضراتكم دولوقتي لاستعدادات كأس العالم قطر عشرين اتنين وعشرين امبارح وصل مجسم كأس العالم الى الدوحة عاصمة قطر بعد انتهاء جولته العالمية اللي دار من خلالها ولف على اكتر من اربع وخمسين دولة حول العالم طبعا قبل افتتاح النسخة الجديدة من هذه البطولة في قطر يوم لحد الجاي باذن الله يعني كلها ايام بتفصلنا عن الافتتاح والمفتتاح هيشهد مواجهة بتجمع ما بين قطر والاكوادور وبكده بيظهر المنتخب القطري في منافسات كأس العالم للمرة الاولى في تاريخه طبعا من ضمن الاستعدادات انه تقرر منع استخدام التبخ والسجائر الالكترونية في كافة الملاعب الثمانية المخصصة لبطولة كأس العالم لتكون البطولة صحية وامنة في جو خالي من التدخين اثناء جلوس المشجعين والمتفرجين في مقاعدهم في هذه الاستادات الثمانية المختلفة